لا يزال القاتل طليقا مضت سنوات ست منذ أن قتلت قوات المخلوع صالح المرأة المسالمة تفاحة ورفيقاتها زينب وياسمين في ساحة الحرية بتاعز قتلهن صالح وهن خارجات من صلاة الجمعة حيث استهدفت قذائفه الثقيلة مجاميع المصلين وسط الساحة بغير اعتبار لحرمة الصلاة أو حرمة النساء المسالمات تفاحة لم تكن امرأة قتلت وفقط بل أصبحت رمزا لمدينة مغضوب عليها إذ لازالت المدفعية التي قتلت تفاحة ترمي بحمامها صوب المدنيين في تعز وتحصد أرواحهم بالألاف ورغم ما قدمته تفاحة ورفاقها الشهداء إلا أنهم أهملوا من قبل السلطة الشرعية لدرجة أنهم لم يضموا في كشوفات شهداء الواجب ولا يحظ أهليهم بأي رعاية القاتل نفسه والضحايا المدنيون أنفسهم والمشهد السياسي نفسه أيضا الحالمون بالحرية والدولة المدنية في جانب وأعداء كل ذلك في الجانب الآخر وبعتاد أقوى وأكثر كثيرون قتلوا بعد تفاحة وعلى مدى سنوات وحتى اليوم لكن مشهد قتل تفاحة لخص كم الحقد على هذه المدينة وما تحمله من مشروع جمهوري يفتت مراكز الحكم القديمة ويسقطها إبان الانقلاب استجمعت تعز نفسها ونهضت طرس صفوف المقاومين الذين رفضوا الخضوع للكهنوت والاستبداد مجتمعين في حليفي الانقلاب نجحت المقاومة بتحرير أجزاء من المدينة ثم اندمجت في الجيش الرسمي التابع للشرعية وحتى اليوم تحاول تعزل انعتاق من الاستبداد والتحرر من الانقلابيين لكن دعم الحكومة والتحالف ليس كافيا للقيام بهذه المهمة فإلى متى ستظل تعز ورقة ابتزاز بيد الأطراف السياسية الكبرى ينتظر أبناء تعز الدعم العسكري اللازم لاستكمال معركتهم ضد الانقلاب لكن يبدو أن التحالف حتى الآن لا يريد لهم هذا النصر سل الدماء الأحرار ولا زال التسيل فقط من أجل التخلص من المشارع الصغيرة وتحقيق حلم الدولة المدنية التي خرجت من أجله تفاحة ورفاقها أننا ماضون على نفس دربنا في عام 2011 إلى اليوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة